ليه بتظهر رسالة تحذير لما حضرك تفتح الاعدادات الخاصة بالراوتر سواء الرسالة اللي بتقول اتصالة غير امن او اتصالة غير خاص حسب المتصفح اللي بتستخدمه وازاي عرف الاي بي الخاص بالراوتر لو حد مغيره او مش مكتوب على ظهر الراوتر وليه في بعض الاحيان ده اكتبر الاي بي الصحيح للراوتر وبرضه بيحصل مشكلة انه مش قادر ادخل للراوتر بسبب مشاكل كتير جدا هنتكلم عنه النهاردة بتفصيل ان شاء الله تابعوني بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على شرف المرسالين الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا انك انت العليم والحكيم كتير من الناس بيفشلوا في فتح صفحة الاعدادات الخاصة بالراوتر لأسباب كتير جدا منها انه مش عارف الاي بي الخاص بيه او انه بيكتب الاي بي الصحيح ولكن بيظهر له بعض الرسائل التحذيرية زي اتصالة غير امن او اتصالة غير خاص حسب المتصفح اللي بتستخدمه وليه في بعض الاحيان ما بتظهرش اي رسائل وكأنه في مشكلة اما في فتح الاعدادات الخاصة بالراوتر سواء من الكمبيوتر او من التليفون ان شاء الله النهاردة هنكلم عن كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتفتح صفحة الراوتر الخاص بيك بشكل بسيط جدا وسهل ان شاء الله توصل لكل الناس اولا ازاي يحصل على الاي بي الخاص بالراوتر بتاعي وبشكل سهل جدا لو بتستخدم الكمبيوتر ممكن بشكل بسيط جدا هتفتح شاشة دوس عن طريق الاختصار مفتعل ويندوز ده يتحرف الار وبعدين هتكتب سي ام دي وتضغط انتر عشان تفتح لك شاشة الدوس انت ببساطة هتكتب الامر اي بي كونفيج هتجيب لك المعلومات الخاصة بالشبكة الجهاز ده متصل بيها وزي ما احنا شايفين هلاقي هنا الاي بي الخاص بالراوتر دفولت جيتوي ده الاي بي الخاص بالراوتر اللي انا متصل بيه في الوقت الحالي او ان حضرتك هتجي على الديسك توب وتجي على متوورك وتضغط كليك يمين وبعدين بروبيرتز وببساطة هتختار الكنيكشن الحالي وبعدين تضغط على ديتيلز برضو هتلاقي الديفولت جيتوي وهو الاي بي الخاص بالراوتر زي ما احنا شايفين وبشكل سهل جدا ده الاي بي اللي هتكتبه في المصطف عشان تفتح من خلاله الراوتر لو من خلاله التليفون اسهل طريقة ببساطة شديدة ان حضرتك تستخدم تطبيقات زي بينج تولز او فينج التطبيقات اللي بتعمل اسكان للشبكة بتطلع كل اجهزة الموجودة على الشبكة بايبهاتها بالماك ادرس بما فيهم الراوتر الرئيسي اللي حضرتك عايز تعرف الاي بي بتاعه وبكده ببساطة شديدة قدرنا نحصل على الاي بي الخاص بالراوتر سواء من الكمبيوتر او من التليفون بخ المتصفح ولكن هتفاجئ انه بيزهر لي رسالة تحذير زي ما احنا شايفين حيقول لي انه اتصال غير امن او اتصال غير خاص وفي كلا الحالتين الرسالة التحذيرية تقدر تتخطها بشكل سهل جدا لما بتنزل الاسفل وبتضغط على او متقدم حسب لغة المتصفح وبتعمل تخطي لرسالة تحذيرية سواء من على متصفح بجوة الكوروم او او اي مكان انت بتتخطي هذه الرسالة علشان توصل لصفحة تسجيل الدخول للراوتر طيب ليه اصلا الرسالة دي بتظهر الرس دي بتظهر بشكل بسيط لان الراوتر لما حضرك بتحاول تدخل على الاعدادات بتستخدم اتش تي تي بي وليس اتش تي تي بي اس عشان كده بيطلع لك رسالة امان انه العنوان اللي حضرك هتدخله ده بيستخدم اتش تي تي بي وحنا قلنا انه اتش تي تي بي بروتوكول ليدعم تشفير البيانات وبالتالي سهل جدا اختراقه ولكن هنا عشان بندخل على الراوتر فما فيش في اي مشكلة ان احنا نستخدمه ولكن كده كده المتصفح عند استخدام اتش للتحذير انه الموقع اللي حضرك بتستخدمه او الراوتر او اي جهاز غير امن لانه مفيش تشفير البيانات في بروتوكول اتش تي تي بي وبالتالي بتظهر هذه الرسالة لتحذيرها ولكن مفيش اي خطورة عليك انك تتخطى وتتصل بالراوتر لانه ده اتصال داخلي بينك وبين الراوتر او بين الراوتر والأجهزة موجودة على الشبكة الداخلية فقط طيب دلوقتي لو انا حصلت على الاي بي الصحيح للراوتر وبعدين كتبته في المتصفح ولكن عندي مشكلة برضو انه مش قادر افت قلنا عنها من شوية وهنا بيرجع اسباب عدم فتح صفحة الراوتر لعدة اسباب وبعد تظهر لك رسالة كتير جدا زي اي رسالة هتظهر لك بمجابها انه لايمكنك فتح هذه الصفحة اول حاجة تشوك فيها هو المتصفح الخاص بك ببساطة شديدة لو بتستخدم جوه كوروم استخدم فاير فوكس لو بتستخدم فاير فوكس استخدم جوه كوروم يعني بدل متصفح لانه غالبا بتكون مشكلة في المتصفح ولو ما عندكش متصفحات تانية ممكن ببساطة شديدة تمزح بيانات التصفح ا او تعمل رسالة المتصفح بالكامل عشان لو عليه مشكلة او ان حضرتك بتغير متصفح خالص وتفتح متصفح تاني حاجة تأكد ان انت كتبت الاي بي الصحيح للراوتر واحنا قلنا انه ممكن يكون الاي بي اللي موجود على ظهر الراوتر متغير يعني صحب الراوتر او اللي عامل اعادات للراوتر مغير الاي بي خاص بالراوتر وبالتالي لما تكتب الاي بي اللي موجود على ظهر الراوتر مش هيفتح معاك وعشان تتأكد من الاي بي احنا قلنا بطريقتين عن طريق كمبيوتر او عن طريق التليفون ازاي تحصل على الاي بي المتصل حتى لو حد ام غيره بشكل سهل جدا وبسيط. المشكلة اللي بعد كده قد تكون مشكلة في الاي بي فتأكد انك بتستخدم اي بي ديناميك وليس منول. يعني ببصاصة شديدة لو انت بتستخدم الكمبيوتر حتضغط على اي نتورك وبعدين هتضغط على وبعدين هتضغط على وبعدين هتضغط على تشينج ماي ادابتور ستينجز وبعدين هتجي على الاتصال الخاص بيك تضغط كليك يمين وبعدين توصل لبرتوكول واببصاصة شديدة هتف ويتأكد انه حضرتك بتستخدم الاي بيهات بشكل اوتوماتيكلي او بشكل دايناميك وليس بشكل استاتيك او بشكل منوال. لو انت بتستخدم التليفون هتفتح الاعدادات الخاصة بالوي فاي وهتضغط على الشبكة اللي حضرتك المتصل بها وتطول وبعدين تضغط على مودي فاي وتشوف حضرتك مستخدم اي بي دايناميك واللي حضرتك مسبت اي بي ومشغله بشكل يدوي. جرب تعطى الانت فيروس او جدار الحماية الخاص بالجهاز لانه في بعض الاحيان جدار الحماية او الانت فيروس بيعم الحظر لهذا الاي بي وبالتالي مش هتقدر تفتحه. وحصل معنا بشكل شخصي انه الانت فيروس كان حاجب الاي بي الخاص بالروتر ولما عطلت الانت فيروس فتح بدون اي مشكلة على نفس المتصفة. كتير من الناس لما بيكتب الاي بي الصحيح للروتر بيتحول على موقع البحث جوجل وليس على صفحة الروتر. وده ان حضرتك اما كاتب الاي بي في مسافات او ان حضرتك بتبحث عن الاي بي في محرك البحث وليس في متصفح ان حالك تدخل عليه. فتأكد انه العلامة دي مش علامة الب تليفون بتحصل الموضوع ده بشكل كبير. تأكد انه مش علامة البحث اللي ظهرها هنا انها علامة الدخول على صفحة الروتر من خلال العلامة اللي احنا قلناها. ولو لقيت علامة البحث فتأكد انه حضرتك مش عامل مسافات قبل او بعد الاي بي. كمان احد الاخطاء الشقاء انه بعد الناس لما بيكتب الاي بي مسلا واحد ساعة اتنين دوت واحد ست ست سمينة دوت بدل ما يعمل واحد دوت واحد مسلا بيعمل اي وهو مشوية خباله. لانه بيظهر هزا الاي بي في الاقتراحات الخاص بالاندرويد او الايفون بيستسهل وبيضغط عليها فبيحولوا على راحسة جوجل وليس على صفحة الروتر لانه حضرتك كاتب اي بي غلط مدخل في حروف وبالتالي متصفح فهم ان انت مش عايز تروح لإعدادات الروتر ولكن عايز تبحث عن اللي كتبته لانه مفيش اي بي بيكتب في حروف سواء عربي او انجليزي. بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة ان بيكتب الاي بي بشكل صحيح في المتصفح ولكن بيظهر له صفحة كأنه الانترنت مش موجود اصلا او انه مش مشكلة امان خاصة بالشركة نفسها فالحل الوحيد ان حضرتك بتفصل انترنت عن الروتر سواء اكسس بوينت او راوتر لو عايز تفتح الروتر بتفصل كابل الحرارة ان شاء الله هيفتح معك لو من اكسس بوينت بتشيل الكابل اللي ميديه له انترنت اصلا وبالتالي هيفتح معك ان شاء الله بشكل سهل جدا وبدون مشاكل لان هي مشكلة امان وهنا لازم تتأكد ان حضرتك لو بتفتح الروتر او اكسس بوينت من كمبيوتر يكون الكابل واصل في فتحة لان وليس فتحة و زي معنا شايفين كده عمر ما هيفتح معك وبالتالي اخطاق بسيطة جدا ممكن تتنافها وتكون هي السبب ان الروتر الخاص بيك ما بفتحش واحدة من الاسباب الكوميدية اللي ممكن تكون حصلت مع كتير من الناس ممكن يكون في البيت شبكتين انت معك الباسورد الخاصة بيهم وانت مثلا متصل على شبكة واحد وبتحاول تفتح شبكة اتنين فلازم تتأكد انت متصل بالروتر اللي انت عايز تفتح اعداداتك ودي مش مشكلة تقنية ولكن مشكلة في دماغك ان انت ناسي مش اكتر كل اللي تتكلم عنه وفيما يخصك انت كمستخدم واجهزتك بعيدا عن الروتر سواء كمبيوتر او تليفون ولكن دلوقتي قد تكون المشكلة اصلا في الروتر الخاص بيك اول حاجة بتعملها انك بتحاول تعمل ري ستارت للروتر وتسيبه عشر دقائي وبعد ان تشغله تاني وتجرب هل مشكلة حالة او لا الحال التاني انك بتعمل ري ست للروتر ولو اعدادات الروتر فتحت معك فكانت المشكلة في الروتر طيب لو عملت ري ستارت للروتر وما نفعش وعملتوا ري ست وزبطت ا اعداداتهم مجيدة وما نفعش انت بتجرب راوتر تاني وغالبا لو رجعت كل اللي فات ده ومزبوط فغالبا المشكلة هتكون في الروتر الخاص بيك فجرب راوتر تاني وانشاء الله هتلاقي مشكلة حلت معك النهاردة الكلمة في موضوع قد يبدو وسهل جدا لكتير من الناس ولكن هو كان بيمسل مشكلة كبيرة جدا لناس كتير جدا ما عندهاش اي خبرة تقنية او مش مهتمين بالمجال التقني وبالتالي كنت احرص علي ان اشرح الموضوع بيكامل تفاصيله ربكم الموضوع سهل وبس احصل لكل الناس اللي محتاجينه لو انت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نوصل لكل جديد مرفعه على القناة اشوفه في حلقة جدا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته